أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان نظرة على استطلاعات رأي المحلية والعالمية والتي تضمنت نغبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة تضمن العدد استطلاع رأي أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز على عينتهم من المديرين التنفيذيين في 64 دولة حول العالم وذلك بهدف إلقاء الضوء على انطباعات الرؤساء التنفيذيين للأوضاع الاقتصادية في عام 2023 وأيضا لتعرف على التحول الكبير لتواقعات الشركات والمؤسسات حول العالم في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات الجغرافية السياسية المستمرة